ننتقل إلى القدس مع مرسلنا النضال كناعنا نطلع منك نضال على آخر المواقف في الداخل الإسرائيلي من كل التطورات أشير إلى أن البيت الأبيض بحسب مصادر يقول بأن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وكنا منذ الصباح نتابع العديد من ردود الفعل الدولية على عودة هذه الغارات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة نعم أولا كارينة يعني الإسرائيل والحكومة الإسرائيلية لا تنفي بأنها لغاية الآن تدير مفاوضات حول العودة إلى التهدئة وهي تقول بأنها ليست ضد التهدئة قبل قليل مصدر سياسي إسرائيلي قال أن حركة حماس تعرف ما الذي يجب فعله من أجل العودة إلى التهدئة ومصادر أخرى اليوم قالت بأنه إذا أطلقت حركة حماس صراح عشرة من المحتجزين فإن إسرائيل ستعود إلى التهدئة لمدة يوم وبالتالي هذه هي الرسائل الإسرائيلية إسرائيل تقول بأنها مستعدة للعودة إلى الهدنة وهي تقول بأنها على الأقل يعني عادت اليوم إلى القتال لأن حركة حماس أولا لم توفي بوعودها وبالتزاماتها وفقا للاتفاقية ولم ترسل لإسرائيل القائمة بأسماء الذين سيطلق صراحهم اليوم أو كان من المفترض أن يطلق صراحهم وأن حركة حماس حاولت كل الوقت التغيير في الفئات التي سيتم إدراجها في هذه الصفقة وأن حركة حماس أطلقت الصواريخ باتجاه غلاف غزة هذه هي الإدعاءات الإسرائيلية لكن على العموم الجهود ما زالت مستمرة المفاوضات ما زالت مستمرة إسرائيل ومصادر إسرائيلية تقول بأنها كذلك ما زالت مستمرة لكن على الأرض هناك قتال وقتال شارس اليوم أعلن عن جرح خمسة جنود إسرائيليين ثلاثة منهم بجراح متوسطة واثنين بجراح طفيفة نتيجة لسقوط قذيفة هاون على أحد التجمعات للجنود الإسرائيليين في غلاف غزة منذ ساعات الصباح هناك ما يزيد على ستين صاروخا على الأقل أطلقت باتجاه مناطق غلاف غزة وصولا حتى إلى مدينة عسقلان من قطاع غزة طبعا هذه الصواريخ هي رسالة بأن حركة حماس ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ واستهداف كل محيط قطاع غزة رغم وجود الجيش الإسرائيلي على أراضي القطاع وفقا لما فهمناه من مصادر أمنية فإن القتال لغاية الآن أو معظم ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هو إما عبر سلاح الجو أو سلاح المدفعية وأن القوات الإسرائيلية الموجودة على الأرض خاصة في شمالي القطاع يعني بالقرب من مدينة أو في إطار مدينة غزة هذه القوات لا تقوم بالكثير هي لا تقوم بما كانت تقوم به قبل التهدئة التقديرات أن التحرك البطيء للجيش الإسرائيلي ينبع من معتقد إسرائيلي من ميل إسرائيلي إلى أن التهدئة هي مسألة وقت وأنه يمكن العودة إلى التهدئة وبالتالي هي لا تريد فتح جبهات جديدة وإدخال قوات في مناطق متقدمة سيكون من الصعب العودة منها إذا ما عادت إسرائيل إلى التهدئة وبالتالي القوات البرية الإسرائيلية تتحرك بالحد الأدنى فقط الذي يسمح لها بحماية أنفسها أو ربما استهداف بعض الأهداف القريبة التي تشك بأنها تشكل خطرا عليها هذا لغاية الآن طبعا لا توجد ضمانات بأن هذا هو الوضع الذي ستستمر عليه الأمور من الممكن أننا كلما ابتعدنا عن التهدئة أكثر كلما أخذت القوات تتحرك أكثر واستعادت ربما حركتها وتقدمها العسكرية على كل قبل خدير رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأن قواتنا أصدر بيانا طبعا قال فيه بأن قواتنا على حد قوله تتقدم على جميع الجبهات وأنها تتقدم بقوة حتى تحقيق أهداف الحرب الثلاثة التي وضعها نتنياهو القضاء على حركة حماس إعادة المحتجزين والتأكيد على أنه لن يكون هناك أي تهديد مستقبلي من قطاع غزة باتجاه إسرائيل لكن على العموم قضية اليوم تقسيم قطاع غزة إلى المربعات الأمنية التي سيكون الجيش الإسرائيلي سيصدر تعليمات وأوامر وبيانات حول أي من المربعات يجب إخلاءه وإلى أي مربع في محاولة لتفادي إصابة أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين هنا يقال في إسرائيل بأن هذا يأتي رضوخا للإملاءات الأمريكية في هذا الشأن بالأمس وزير الخارجية الأمريكي الذي شارك في اجتماع للمجلس الحربي الإسرائيلي طالب الحكومة الإسرائيلية وطالب المجلس الحربي بإعداد خطة وموافقة أمريكية على مثل هذه الخطة للعمل العسكري في جنوبي القطاع وربما أول إفرازات هذه الجلسة بالأمس كان هذا التقسيم لقطاع غزة لهذه المربعات الأمنية التي بدأ جيش الإسرائيلي بالفعل باستعمالها اليوم وإلقاء المنشورات التي تطالب سكان بعض المربعات بإخلائها خاصة في الأحياء شرقي مدينة خانيونس طبعا تمهيدا لعمل عسكري في جنوبي القطاع لغاية الآن لا نرى أي عمل بري جنوبي القطاع إنما هناك قصف من الجو أو من المدفعية المدفعية الإسرائيلية التي لعبت دورا كبيرا في هذه الحرب وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي أطلقت منذ بداية الحرب مائة ألف قذيفة مدفعية على قطاع غزة فقط من سلاح المدفعية طبعا هذه تضاف إلى ما ألقاه سلاح الجو الإسرائيلي من آلاف ومئات آلاف الأطنان من القنابل على قطاع غزة طبعا الآن الولايات المتحدة تضغط لتغيير هذه الصورة من القصف العشوائي للأحياء السكنية في القطاع بالأمس نشرت بعض التحقيقات الصحفية في إسرائيل تتحدث عن ما جرى في الأيام الأولى للحرب وهي تعتمد على مصادر أمنية إسرائيلية ومصادر أمنية سابقة كانت على اطلاع على كيفية رسم ووضع بنوك الأهداف الإسرائيلية وهذه المصادر تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي غير من استراتيجيته وأصبح أكثر تساهلا مع القصف العشوائي ويورد أمثلة كيف أن الجيش الإسرائيلي مثلا قام بقتل مئات المدنيين فقط من أجل استهداف قيادي أو من يرى أنه قيادي في حركة حماس أو استهداف مربعات من المباني فقط للتأثير النفسي على سكان القطاع وتشكيل ضغط على قيادات حماس طبعا هذا ما حدث في شمالي القطاع والآن الولايات المتحدة تتعهد بعدم تكرار ذلك الأيام القادمة ستظهر إذا ما نجحت الولايات المتحدة في ردع إسرائيل أم لا